مرحبا بكم مشاهدي قناة المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل وحلقة جديدة من برنامجكم حياة يعتبر الربو واحدا من أشهر الأمراض المزمنة التي تصيب الممرات الهوائية للرأتين فيصيبهما بالالتهابات حيث أن العضلة التي تحيط بالشعب الهوائي تنقبض وتتراكم كمية كبيرة من البلغم في مجاري الهواء التي تؤدي إلى انسدادها وتزداد حدة عراض الربو في الشتاء خاصة ومن أشهرها ضيق في التنفس انقباضات أو آلام في الصدر مشاكل النوم بسبب ضيق التنفس صوت صفير عند التنفس أو الزفير سعال متكرر مصحوب بسيلان الأنف والعطاس وللوقاية من تعرض المرضى لنوبات الربو في البرد الشديد نمدكم ببعض النصائح وأبرزها عدم القيام بتمارين رياضية في البرد الشديد الحرص على عدم الخروج في الأماكن الملوثة بالغازات في الشتاء عدم التعرض للعوائح القوية ومعطرات الجو ودخان السيارات والمصانع والغبار الامتناع عن اقتناء الحيوانات الأليفة ذوات الشعر والوبر ارتداء الأقنع المخصص للمرضى الربو والحساسية وفي نهاية حلقتنا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل يتمنى لكم الصحة والسلامة وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حياة نترككم في أمان الله اشتركوا في القناة